ملف شغور رئاسة البرلمان لا زال يتصدر الواجهة السياسية في المقابل المهلة التي منحها لإطار التنصيقي شارفت على الانتهاء الموقف بحسب البعض يحتاج إلى إعادة بلورة من قبل المكون السني للمواقف لحسم شغور هذا المنصب باعتقدك هل الحسم أصبح قريبا أم لا زالت اليوم الخلافات والمباحثات يا سيدة الموقف بدأت تحية لكم ولمشاهدكم الكرام بالتأكيد أعتقد أن المكون السياسي السني قطع شرط كبير خاصة بعد تكوين كتلة 55 نائب وهذا أغلبية ساحقة إذا ما قصناها بال76 نائب من المكون السني داخل قبرة البرلمان فبالتالي الأغلبية ساحقة في جبهة تقدم التي تمتلك 55 نائب حاليا والأمور ذاهبة باتجاهين لا ثالثة لهم أما تعديل النظام الداخلي وبالتالي فتح باب الترشيح وإضافة مرشح جديد أو الذهاب باتجاه مرشح تقدم الذي موجود حاليا وهو الدكتور محمود الماشداني وهذا طبعا أسهل الحلول المطروحة حاليا أما باقي المرشحين أعتقد أن حظوظهم هبطت كثيرا خاصة مرشح السيد الخنجر بعد تخلي سيادة عنه يعني البيان الأخير لسيادة وعزم الذين توجهوا باتجاه دعم ترشيح السيد الدكتور محمود الماشداني فبالتالي حظوظ السيد الماشداني هي الأعلى حاليا أما إذا ذهب البرلمان باتجاه إعادة تعديل النظام الداخلي أو إضافة مرشح جديد للسباق للرئاسة فلكل حادث حديث لكن أعتقد أن كل الطرق تؤدي إلى أن تقدم هي صاحبة الاستحقاق وهي من ستسمي رئيس البرلمان طبعا بالتوافق وبالتحالف مع باقي الكتل السياسية السنية والشيعية والكردية ترجمة نانسي قنقر